لم يعد لهم سوى العراء سكنا وماوى بعد أن دمرت السيول بيوتهم وأخذت ما يملكون من طعام وغذاء وبقايا ثياب تحاول هذه الطفلة غسلها في مياه غير صحية ملقية بهمها الثقيل على السيول ذاتها التي جرفت معها أحلامها البسيطة بالعيش الآمن في مخيم نزوح كان هنا اليوم الرابع أشهر من رمضان تضاف مأساة عظيمة إلى مآسي النازحين في مخيم القفينة حيث تضررت المنازل والبيوت وتضرر الناس وأصبح لا مكان لهم ولا إيواء لهم لذلك نناشد السلطة المحلية ونناشد المنظمات الحقوقية ونناشد المنظمات الدولية التي تعمل في هذا المجال مجال الإيواء ومجال الإنساني أن تلتفت إلى هذا المخيم كان السيول الأمطار قد جرفت بيوت وامتلكات ساكني مخيم الجفينة بمدينة مارب التي شهدت أمطار غزيرة مساء السبت الماضي وهي الأمطار التي أدت إلى تضرر بقية المنازل شبه الناجية ونزوح الكثير من السكان مرة أخرى بعد أن أجبرتهم الحرب على الهجرة من مناطقهم إلى مخيمات نزوح لا تتوفر فيها مقومات الحياة الطبيعية خرقتنا شردتنا من بيوتنا تخربت البيوت زالت الخياء وانا نهان هان رحم الله دقيقة نغرق ما بش معنا لا ما نأكل ولا ما نشرب المنظمات تربى الضعيف تربى المساكين تربى من هو المحتاج نحن نازحين رحم الله ما بش معنا أي حاجة لكن على الله ضم عليهم ويربعوا نفسروا ها ما معنا نحن فالعرق ما بش معنا ولا أي حاجة انتهى كل شيء هنا انتهى كل شيء يقول نازح مخيم الجفين بحرقة وأسى فالسيول أخذت معها أثاثهم وملابس أطفالهم ونسائهم حتى الدقيق وأتوات الطبخ الرئيسية تفاقمت المعاناة فالذين شردتهم الحرب لم يعد لهم إلا السماء لحافا وليس لهم إلا الله ليجيب عن أسئلتهم القلقة أين سينامون وكيف سيجدون طعاما يقي أطفالهم ألم الجوع ومكانا يستر أقسادهم ترجمة نانسي قنقر